وهلأ رح جهز الطاولة ونظف كل شي ونقدم كل شي أنا وياكم وشوفوا كيف منزينها وشو منقدم معه وهلأ من بعد ما سكبنا بصحوم بدنا نزين رح فرجيكم كيف رح زين عوالشي السمكة الحرة رح حط شرحات الحامض ده أعطيها هيك شكل حلو وهلأ رح اسكب السوس فوق السمكة فيكن تفقوا السمك وترجعوا تحطوا السوس إذا أهيان تكون عشان لولاد بس أنا عبحب هيك شكله أكتر واخن الشي رح زينها بشوية جوز كمان بيعطيها طعم كتير طيبة واخن الشي رح زينها بشوية جوز كمان بيعطيها طعم كتير طيبة والبطاطا الحرة رح اطلها شوي من شرحات الحامض رح اطرش من الحر الخشين وهيك منكون خلصنا واصفاتنا صاروا جاهزين بتمنى يكونوا عجبوكم والف صحة وهنا موسيقى 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 موسيقى